بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي طالباتي أصعد الله صباحكم بالخير والبركات والعلم والتوفيق نحن اليوم في معهد انتالي براست في الراهدة أحب أتكلم مع طلابي وطالباتي الكرام حاول موضوع الباراسايتولوجي لكي نتعرف على هذه المواضيع الكثب وللتعرف على المادة التي سوف نستفيد منها في هذا التيرن طبعا المادة اللي بندرسة هي مادة البروتوزوة أو البروتوزولوجي طبعا يتتكون من مقطعين المقطع الأول هي كلمة بروتو تعني في اللغة اللاتينية الشيء أولي أو بريمري من قبلها في اللغة الإنجليزية أما المقطع الثاني هو عبارة عن مقطع لوجي ويعتبر بيعني في اللغة اللاتينية هي علم أو معرفة أما كذلك عندما نتكلم عند علم أو مادة علم الطفيليات والذي يعتبر هو الانترودراكشن أو المقدمة لعلم البروتوزوة هو عبارة عن علم الطفيليات الباراسايتولوجي وهي مكونة من مقطعين المقطع الأول هو عبارة عن الباراسايت أو باراسايتو بتعني علم الطفيليات وهي مكونة كذلك زي ما قلنا من مقطعين المقطع الأول عبارة عن باراسايت وهي طفيل وكلمة لوجي معنها علم أو معرفة إذن نبدأ الآن في علم الطفيليات نقول هو ذلك العلم الذي يدرس الكائنة الحية التي تعيش متطفلة داخل الإنسان أو على سطحه الخارجي وهو يختص كذلك بالميديكال باراسايتولوجي يعني علم الطفيليات الطبي تقسيم العلاقة بين الطفيل والمضيف إلى أربع علاقات هناك علاقة التعايش بحيث يستفيد الطفيل من العلاقة الأولى هي علاقة التعايش وهي عبارة عن علاقة حيث يستفيد الطفيل من المضيف دون إحداث ضرر أو أذال المضيف ولا يستفيد من المضيف من الطفيل العلاقة الثانية وهي تعتبر علاقة تبادل أو علاقة مشتركة علاقة وطيطة بين الطفيل والمضيف بحيث يعتمد كل منهما على الآخر ولا يستطيع إحداهما الانفصال عن الآخر ولا يحدث إحداهما للآخر أي مرض أما العلاقة الثالثة وهي عبارة عن علاقة تطفل وعلاقة التطفل يقصد بها العلاقة التي يعيش فيها الطفيل على حساب المضيف مما يؤدي إلى إلحاق الضرر أو الأذى للمضيف ولا يستفيد من المضيف من الطفيل بأي نوع من أنواع الاستفادات كذلك ممكن نقول تصنيف الطفيلية اعتمادا على تفاعلاتهم مع مضيفهم ودور حياتهم طفيلية داخلية أو تلك الطفيلية التي تتطفل داخل قسم الإنسان مثل الملاريال إسكاريس البكتيريا وغيرها من الطفيلية الأخرى اثنين طفيليات خارقية هي تلك الطفيليات التي تعيش على السطح الخارق لجسم الإنسان وهي تعيش معيشة خارقية مثل القمر وكذلك ممكن نقول حتى أن البعوذ يعتبر من المتطفلات على الجزء الخارجي من الإنسان وأما بالنسبة للتعريف الآخر الذي ممكن نتطرق إليه هو عبارة عن علم الطفيليات الطبي هو عبارة عن ذلك العلم الذي يهتم ويبحث إذن نتكلم الآن عن طفيليات طبية إذن كان أول علم الطفيليات بشكل عام ممكننا حتى نقول أن علم الطفيليات بعيدا عن علم الطفيليات الطبي بشكل عام هو عبارة عن أحد فروع علم البيولوجي الذي يهتم بدلاسة الطفيليات التي تتطفل على الإنسان أو الحيوان أو النبات لكن عندما نتكلم عن علم الطفيليات الطبي فأقول هو عبارة عن ذلك العلم الذي يهتم ويبحث في الطفيليات التي تتطفل على الإنسان وتحدث له الأمراض أو الإصابة نتكلم الآن طلابي عن types of life cycle at parasites أنواع دورة الحياة عند الطفيليات ودورة الحياة قد تكون إما مباشرة direct life cycle وهي دورة الحياة التي يحتاج فيها الطفيلي إلى مضيف أو إلى حاضن واحد طيب ليش نحتاج إلى المضيف أو الحاضن واحد لكي يقوم بها الكائن الطفيلي لإتمام مرحلة دورة حياته أو نقول دورة حياة يحتاج فيها الطفيلي إلى مضيف أو حاضن واحد ليقوم بها داخله كما في طفيل الأميباء بدنا نلاحظ الأميباء أنها تحتاج إلى عائل وخائطها والإنسان فقط كذلك تحتاج إلى مضيف مثل الإنسان أو حاضن ولا تحتاج إلى عائل وسيط الذي بيعتبر في علم الطفيليات الطبي الانترميديات خاصة اثنين دورة حياة غير مباشرة indirect life cycle وتعتبر هي دورة الحياة التي يحتاج فيها الطفيل إما إلى مضيفين أو أكثر من مضيفين إذن الفارق ما بين دورة الحياة المباشرة أن الطفيل يحتاج إلى عائل واحد لكي يكمل دورة حياته أما بالنسبة للطفيل الذي تكون دورة حياته غير مباشرة فقول دورة حياة يحتاج فيها الطفيل إلى أكثر من مضيف أو أكثر من حاضن والمضيف أو الحاضن يترجم إلى الغست كما نرى في الطفيل الملارية الذي يحتاج إلى الإنسان والبعوذ ويحتاج إلى عائل وسيط أو أكثر لكي يكمل الطفيل دورة حياته الآن ناتي طلابي طالبات الكراب لذلك أتكلم عن عملية الباراسايتينج أو التطفل هو عبارة عن اعتماد كائن حي على كائن حي آخر للحصول على الغذاء والماء الطفيل الباراسايت هو عبارة عن ذلك الكائن الحي إذا بنقول طلابي هو عبارة عن كائن حي يعتمد أو يتطفل على كائن حي آخر للحصول على الغذاء والماء طلابي نتكلم عن الآن عن أنواع التطفل types of parasyting التطفل الرقم واحد أو التطفل من النوع الأول هو عبارة عن التطفل الإكباري التطفل الإكباري يعني لا بد على الكائن الطفيل أن يكون متطفل على مدى حياته وهو تلك الحالة التي لا يستطيع الطفيل أن يعيش معيشة حرة إذا في حالة التطفل الإكباري لا يمكن أن يعيش الطفيل أو لا يستطيع العيش معيشة حرة كما في النوع الثاني التطفل الإختياري هي عبارة عن الحالة التي يستطيع الطفيل أن يعيش فيها معيشة حرة يعني أنت أمكن له أن يتطفل وإذا لم يتتوجد المضيف لعملية التطفل فإنه سوف يعيش معيشة حرة مع كائن حي آخر التطفل الحادثي يعني بيكون عرضي مش اعتيادي غير اعتيادي هي عبارة عن تلك العلاقة التي يصيب فيها الطفيل المضيف بشكل غير اعتيادي أربعة وهو النوع الرابع من أنموعة التطفل وهو التطفل الشاد وهي تلك الحالة التي تطفل فيها الطفيل على المضيف عندما لا يستطيع العيش أو النمو طلابنا نأتي الآن إلى العائل الهوست أو المضيف عبارة عن كائن حي يؤوي الطفيل ويزوده بالغذاء والمأواب عدة طرق أنواع العائل طلاب طالباتي نتكلم عن أنواع العائل والمضيف نبدأ بالحاضن النهائي أو ما يسمى بـ definitive host or final host هو عبارة عن الوسط الذي يتكاثر فيه الطفيل تكاثر جنسي إذن طلابنا نقول عندما يتكاثر الطفيل أو الكائن المتطفل على الإنسان ويتكاثر فيه تكاثر جنسي يعتبر حاضن نهائي مثل الإسكارس حينما تتعايش في داخل تجاويف الأمعاء ويحصل عملية fertilization أو إخصاب ما بين الذكور والإناث نلاحظ عملية الاتحاد أو الاتصال الجنسي لذلك يكون الإنسان بالنسبة للإسكارس عبارة عن final host اثنين الحاضن الوسيط هو الانترميديات host إذن الحاضن الوسيط يختلف اختلاف كل عن final host ويسمى بالانترميديات host هو الوسط الذي يتكاثر فيه الطفيل تكاثر لجنسي يعتبر الإنسان بالنسبة للملاريا عبارة عن intermediate host وليس final host وذلك لأن طفيل البلازموديوم بتكاثر في الإنسان تكاثر عن طريق الشيزونت في خلايا الكبد وكذلك في الخلايا الدموية الحمراء ويعتبر تكاثر لا جنسي طلابي الآن بنتكلم عن الحاضن الخازن وهو بيعتبر المخازن وهو عبارة عن الحاضن الذي يعيش به الطفيل ويكمن عنده ويكون هذا الحاضن مصدر لإصابة الإنسان وانتشار الوباء الناقل أو ما يسمى طلابي بالفكتر هو عبارة عن ذلك الكائن الذي يقوم بنغل الطفيل للإنسان أو نغل الطفيل من إنسان إلى إنسان آخر أنواع النواقل طلاب أنواع النواقل هي عبارة عن mechanical vectors يعني ناقل ميكانيكي وهي عبارة عن نواقل لا يمر فيها الطفيل بمراحل نمو أو التطور كما في الزباب حينما ينقل assist of intemibar hysteretic وكذلك نواقل حيوية biological vectors وهي عبارة عن تلك النواقل التي يتم فيها الطفيل ببعض مراحل النمو كما في البعوض التي تنقل مرض الملادية نلاحظ أنها تتطور في داخل معدة البعوضة من أطوار كانت عبارة عن أمشاك وتحورت إلى أمشاك مذكرة ومؤنثة حصر عملية التلاليزيشان أو الاتحاد لتكوين ما يسمى ما يعرف بالزايقود ثم الانقسامات المتعددة التي تعطينا بالأخير عن كائن متطور هي عبارة عن الانفكتف ستيج والموجود فيها الغدد اللعابية في اللعاب البعوض والمسمى بسبارو زايتس بقى الطلاب الآن نتكلم عن الحامل هو عبارة عن الكائن المصاب بأحد الطفيليات بحيث لا تظهر إليه العلامات المرضية إذن الحامل أو ما يسمى في اللغة الإنجليزية الكارل عبارة عن الكائن المصاب بأحد الطفيليات التي تظهر إليه علامات المرضية طرق انتقال الطفيليات إلى جسم الإنسان يعني هناك العديد من الميثود أو الويز أو الطرق التي ينتقل فيها الطفيليات إلى جسم الإنسان واحد عن طريق تناول أو ابتلاع الطفيلي في الطعام والشراب أو الأيدي الملوثة أو يسمى بالأدوى ذاتية بينقر الشخص بيعدي نفسه من نفس الشخص مثل الأميبة، الجاردية وكذلك حتى الدينان الدبوسيال انتروبياس فيرميكيولاريس إثنين تناول الطفيل في اللحم الغير مطبوخ كيدا مثل الديدان الشريطية وتسمى بالدينا سجيناتا أو تينيا سوليوم تناول ثلاثة تناول الطفيل في لحم الأسماك الغير مطبوخ كيدا مثل الدودة الشريطية الورقية أربعة عن طريق شرب الماء الملوث الذي يحتوي على براغية الماء مثل الدودة غينيا حينما يتناول الإنسان برغوث الماء كذلك عن طريق اختراق القلد بواسطة الطفيل في المشي السباحة في الماء المصاب بهذا الطفيل مثل الطفيل البلهارسية ستة عن طريق عضلة الحشرة مدير دخول الطفيل إلى الأنسقية مثل خيطيات دائفين سبعة عن طريق حقم الطفيل في الدم واسطة حشرة مثل الملاريا أو النشمانيا ثمانية عن طريق الاتصال الجنسي باي سيكشوال كونكشن أو كونتاكت مثل الطفيلية المهبلية تريكمونس فاقينالس تسعة عن طريق براز حشرة مصابة الطفيل مثل تريباناسوما طلابي نكون اليوم قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم والتي تكلمنا فيها عن علم الطفيليات الطبي ومقدمة عن علم البروتزولوجي أسأل الله صلى الله عليه القدير أن نجعل ذلك في ميزة حسنتنا وأجزونا الإخلاص في القول والعمل وأي استفسارات أو أي أسئلة يمكن إرسالها عبر الإيميل المحدد لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة